شاهدين الكرام استكمالا للتغطية ربما الموضوع الأبرز لحدث اليوم هو مجلس الأمن فقد أعرب اليوم الاثنين خلال جلسة مغلقة عن قلقه من سوء الأوضاع الإنسانية في اليمن شددا على ضرورة إيصال هذه المساعدات إلى هناك وشدد المجلس على ضرورة استئناف العملية السياسية في اليمن من جهتي استهجلنا المندوب الدام لليمن في مجلس الأمن السفير خارد اليماني حديث جمال بن عمر المبعوث الدولي السابق إلى اليمن الذي قال بأنه كان على وشك إنجاز اتفاق قبل بداية عمليات عصفة الحزم التي قادتها المملكات العربية السعودية لعادة الشرعية للبلاد فيما استغرب سفراء عدة دول تصريحات بن عمر المتناقضة مع الواقع لمناقشة هذا الموضوع معي هنا في الستوديو الصحفي أحمد الزرقى مساء الخير أحمد أهلا وسلم سنور أحمد انتهت المهلة ولازم طبيعة الحال نترقب من الذي سيقرره مجلس الأمن عمليا مجلس الأمن اليوم كلف الأمن العام أمين عام الأمم المتحدة بانكيمون لإيجاد مخرج سياسي أو حل سياسي بالتالي أعاد نقل الكرام مرة أخرى إلى مربع الأمين العام بعيدا عن مجلس الأمن أو على الأقل في هذه المرحلة بالذات اليوم هو يتحدث مجلس الأمن عن ضرورة العودة للحوار وكذلك كان اليوم بوزر الخارجي الأمريكي جون كيري يقول أن نفس الحديث أنه لا بد أن تعود مع وجود الكثير بالتأكيد من المراحضات على إحاطة جمال بن عمر عند هذه الإحاطة سيد أحمد هل هناك مخاوف من أن تؤثر هذه الإحاطة على قرار مجلس الأمن؟ عمليا ما حدث اليوم هو كان جمال بن عمر يدافع عن نفسه يدافع عن أداء خلال الأربعة السنوات الماضية يعني هو قال اليوم بشكل عجيب أن الأطراف الإيمانية كانت على وشك الوصول إلى تسوية سياسية وأن العمليات العسكرية هي ما فشلتها وهذه في الحقيقة هي واحدة من سلسلة مغالطات جمال بن عمر التي سوقها خلال الأربعة السنوات الماضية يعني قدم عدة إحاطات لليس الأمن ولكنه لم يكن أمينا في تقديم أي من الإحاطات خلال الأربعة السنوات الإحاطة الأخيرة قلت أن هناك عليها ملحوظات أبرزها؟ أبرزها كما ذكرنا أنه هو ساوى بين جميع الأطراف لم يحمل الحوثيون المسؤولية ولا صالح بالعكس قال أن جميع الأطراف تتحمل بنفس القدر بينما في الحقيقة الأمر هناك أطراف احتجزت رئيس الدولة، احتجزت الحكومة، استقوى السلاح قتلت المواطنين، فجرت منازلهم، نهبت مؤسسة دولة مقدراتها وبالتالي كيف يتحدث عن أن هناك اتفاق وشيك الاتفاق يعني جمال بن عمر للأسف كان مهندس وصول الحوثيين إلى الصنعاء وبعد ذلك إلى عدن وغيرها من المحافظات عندما شرعنا لكل التصرفات الميليشية عندما كانت الميليشية تخوض مواجهة في دماج كان يقول أنه مشكلة مذهبية عندما ذهبوا إلى عمران قال حتى أنه جعل مجلس الأمن يصدر بياناً أن ما يحدث في عمران هو صراع بين فصيلين مسلحين وأن مجلس الأمن والجيش تقفان بالنفس المسافة من الصراع ما يحدث من هذا الصراع؟ عندما ذهب الناس إلى كان هناك تفاوض عندما حدثت مشكلة أو قضية الجرعة وما حدث مرافقها كان جمال بن عمر في صعدة وكان الحوثيون يدخلون صنعاء عاد من صعدة مباشرة أصبحوا يتفكه بأنهم أين موج الجمال بن عمر في مكان فهو يشرع لسقوط هذا المكان بتأكيد عندما سقلت صنعاء قادة أطراف الأطراف المختلفة السياسية أن توافق على اشتراطات الميليشية وتم توقيع اتفاق السلم الشراكة أصبح هو المرجعية الأساسية على فوق مخرجات الحوار فوق المبادرة الخليجية رغم أنه يتناقض كثيرا في بعض مواده بعد ذلك عندما احتلوا دار الرئاسة جمعهم وذهب بالرئيس وهو يدرك جيدا أن الرئيس هادي وقع على الاتفاق وكذلك الوزراء وهم تحت تهديد السلاح والبنادق ومع ذلك كان يقدم إحاطة ويقول أن الأمور تمشي على ما يرام لم يقول أن صالح وأن الحوثيين قلبوا في مرة من المرة لم يحملهم المسؤولية بل على العكس كان يصور الحوثيون كحامل وديع وبالتالي هو جزء ربما من سيناريو من المشكلة جزء من مشكلة اليمنين هو أول من انقلب الحوار هو بإفاداته ومغالطاته التي قدمها المجلس الأمن لكن بأعتقد أنه لا يتحمل المسؤولية واحدة منفردا هناك أطراف سياسية دولية ومحلية أسهمت في أنه تجبر وتفرعان وكان لم تقدم مثلا دول مجلس التعاون الخليجي التي كانت تشرف على المبادر لم تقدم أي ملاحظة من ملاحظاتها على أدائه باستثناء ربما كان السفيرة القطرية سفيرة قطر في مجلس الأمن قالت أن هناك اختراق وأن الميليشية وفي تالي كانت تناقض جزء من تصريحاته بينما جمع الأطراف سكتت حتى يحاول أن يسوق نفسه كوسيط بين الحوثيين وبين القطرين بين الحوثيين وبين السعودين وبين الأطراف وبالتالي تجاوز مهامه الأممية وتحول إلى مدافع للميليشية لجنة وساطة متغرة قيل أن جمال بن عمر اليوم ظهر مرتبكا متهربا من الكثير من الأسئلة كيف تفسر ذلك؟ بالتأكد هو كان في موقف المدافع عن نفسه وبالتالي لاحظنا في المؤتمر الصحفي تم توجيهها العديد من الأسئلة وكان يتهرب منها ويقول أن هذه ليست مشكلة للأمم المتحدة وأنه ليس هنا لتقديم اللوم لطرف من الأطراف وأنه حاول أن الجميع الأطراف اليمنية تعلق الفشل على شماعة الأمم المتحدة نعم نحن نحمل الأمم المتحدة مسؤولية الفشل لأنها ما دامت استلمت الملف اليمني استلمت الثورة وذهبت باليمنيين من الثورة إلى التسوية السياسية وتخلت عن اليمنيين لم ينجز جمال بن عمر ولم يضغط على إنجاز قانون العدالة الانتقالية لم يدعم عادة الدستور ولم يدعم قضية استكمال الحوار في وقته وكان معه جعل الأمور مواربة ومفتوحة لم يقل في يوم من اليمن يعني خلال إحاطاته يعني لم ينقل بأمانة ما كان يحدث في اليمن كان دخل في صراعات جانبية مع أطراف سياسية في اليمن في البداية راحظنا أنه دخل مع الرئيس السابق في خلاف ومن ثم عادوا ودخل بعدها مع الإصلاح وكان يهاجم الإصلاح ويهاجم اللقاء المشترك بشكل واضح ويهاجم الناصريين ولاحظنا حتى في أحد المرات كيف يتعامل مع محمد قحطان وكان يتعامل كأنه فوق الآخرين لكن عندما كان الموضع يتعلق بالحثين كان يتحدث بمنتهى التهذيب ووجدنا له صورا وهذا شيء طبيعي أن يذهب مفوض أممي ويتفاوض دون علم الأطراف اليمنية وأن يرغم جميع الأطراف على ما تريده الميليشيا فهذه كانت كارفة هذا سيسجل في تاريخ جمال بن عمر أنه تسبب نعم بالتالي هو يريد الانتقال إلى مرحلة كان بإمكانه أن يسجل اسمه بنوع من التقدير والاحترام كان هناك عدد من الموفدين يعني لاحظا أنه هناك عدد من الموفدين الأمم المتحدة الذين أوفدتهم أوفدوا إلى غير إلى أكثر من منطقة عندما يجدون أنه لا يمكن أن يفيدوا البلد هذا فهم يتدرون فهم ينسحبون بعد ستة شهور بعد سنة لكن الرجل يعني عرف أيضا بأنه ربما لديه ارتباطات خارج إطار الممتحدة ساهمت في إضعاف دوره كموفد دولي لم يكن محايدا في يوم اليوم وأنه كان يدعي الحياة وكان يتهرب لم نجد فيه تقرير من تقاريره أو يحاططه لمجلس الأمر ما يدل على أنه فعلا أدرك مكان من الخطأ كان يبحث دائما عن يعني أربع سنواته في اليمن يقود مرحلة انتقالية عمره سنتين لم يكن مستفيدا منها إلا هو وكان يريد أن يكون هو صاحب القرار حتى لاحظنا على رئيس الحكومة على رئيس الدولة ويضع توسياته على باسندواء حينها وبعدها من خلفوه أيضا كان يحاول أن يذهب كوسيط بين الرئيس هادي وبين المملكة العربية السعودية وحاول يعني تقمج دور أكثر من دوره نظر أن يخرج من دوره المناطبة طيب يعني برأيك ما هي احتمالات قرار مجلس الأمن هل هناك توسيع للعقوبات أو استخدام القوة بشكل أممي في إطار أوسع أو في إطار قصص السابق ربما ما حدث في القرار السابق هو أن اليمن وضعت تحت عهدة البند السابع ومجلس الأمن ربما تم تنفيذ عدد كبير أو معظم بنود البند السابع التي مضمنها العمليات العسكرية والحضر البري والبحري والجوي والعقوبات الاقتصادية وما إلى ذلك بالتأكيد هناك كان هناك احتمال أن يكون مشاركة أممية أوسع لكن لا أعتقد أن الوضع الراهن يحتاج إلى مشاركة أممية أوسع باعتقد أنه الآن يجب أن يكون هناك حركة من التفاوض الحقيقي والسليمة يعني هناك أدوات إقليمية في الصراع يجب أن يتم التفاوض معها في إطار مجلس الأمن وخاصة أن هناك الآن الوضع الراهن لا توجد قوة يستطيع الجميع الحديث عنها باستثناء أن الميليشيا والميليشيا هي قوة غير منظمة أيضا صالح جر الجيش المربعات تحول فيها إلى ميليشيا وربما كان هناك إذا كان هناك من بغوط فيجب أن تكون باتجاه صالح حقيقة وثرواته وثروات أقاربه الموجودون في الخارج والذين ما زالوا يتحركون واستثماراتهم في الإمارات وفي غيرها من الدول ما زالت متاحة ولم يتم المساس بها اليوم تصريحة جون كيري قال أن مستقبل اليمن يحدده اليمنيون برأيك هل هذا تنصل أم إلزام؟ إذا أردنا حقيقة الأمر هو الحل لن يكون إلا يمنيا تدخلت جميع أطراف وأصبحت اليمن تحولت إلى ساحال الصراع بين إيران والسعودية بين إيران وأمريكا بين عدد من القوى أصبح اليمنين عبارة عن وكلاء للخارج ربما الحل هو أن يكون اليمنين وكلاء لأنفسهم لكن هذا أيضا بحاجة إلى إرادة دولية أيضا وقبل ذلك إرادة محلية عن اليمنين ربما أن يشعروا بهذا الشيء لكن هناك ربما سيصل اليمنون إلى هذا الشيء بعد وقت خاصة في ظل التصلب الحالي لا بد أن تتساوى جميع الأطراف في الألم في الوجاع كي ربما يعتلوا لأن في الأخير ما دام هناك الطرف يقتل ولا أحد يصل إليه هو سيستمر في القاتل يعني الحوث يضحي بأبناء الناس وصالح يضحي بالجيش وهو ما زال أبنائه في مأمن من هذا كله وبالتالي لا يهمهم الذهاب حتى 100 ألف مقاتل 50 ألف مقاتل ما دامهم يتحكمون وفي نهاية الأمر لو وجدت طالة حوار فهم أول من سيكونون وهم موجودين علينا طالة الحوار يجب أن لا تكون وفق قواعد اللعبة الحالية ليس وفق قواعد السلاح ولا يمكن أن تفرض يعني كما فرضت مثلا الحوار وفق مخرجات 21 سبتمبر يجب أن يعود الحوار إلى ما قبل 21 سبتمبر إلى السياق الأكبر الذي تم التوافق عليه من قبل جميع المنين وهو مخرجات الحوار الوطني تلك التي توفقوا عليها إلى حد ما وربما هي كانت نتيجة عام كامل من العمل ومن التشخيص الحقيقي لكن أن يتم العمل أو العودة إلى الحوار وما زال الصوت البندقية مهيم هذا هو إعتبار عن ربما إتاحة الوقت للقوى التي تستجمع قواها من جديد وتعود لموارسة العنف مرة أخرى لا بد أن يتغير المشهد السياسي اليمني كاملا بأيدي اليمنين كما قلت إن أرادوا حلا حقيقيا إذن شكرا لك أحمد الزرقة الصحفي كنت معي هنا في الاستيديو منقشة اجتماع مجلس الأمن مشاهدنا الكرام وصلت إياكم إلى ختام هذه التغطية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر